ننتقل إلى فادي العصى من رامالله فادي كيف يبدو المشهد الآن بعد الشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات احتلال في بلدة قباطية وما هي آخر ردود الفعل بعد هذه الاشتباكات والاقتحامات المتعددة في مناطق متعددة في الضفة نعم سارمد قبل قليل وزارة الصحة الفلسطينية كشفت عن هوية الشهدين الشابين أحمد عساف 19 عاما وراني قطنات 24 عاما أحدهم من منطقة قباطية والآخر من مخيم جنين استشهداء برصاص جيش الاحتلال الذي اقتحم منطقة قباطية لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة كان هذا الاقتحام في المنطقة الجنوبية من محافظة جنين شمالية الضفة الغربية المحتلة وسط اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة قام جيش الاحتلال بمنع مركبات الإسعافنة الوصول إلى المصابين الذين قد أصابهم رصاص جيش الاحتلال وكذلك قنابل الصوت والغاز المقاومون الفلسطينيون كانوا أعدوا بعض العبوات محلية الصنع التي انفجرت في آليات الاحتلال العسكرية في هذا السياق قبل أن ينسحب جيش الاحتلال من منطقة قباطية مخلفا شهدين مناطق أخرى أيضا شهدت مداهمات واقتحامات كما حصل في أسرين ودومة ومدمة في منطقة نابلس خمسة معتقلين من هذه المناطق بعد تفتيش منازلهم والعبث بها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي كذلك أيضا في طوباس تعرضت قوات الاحتلال لإطلاق رصاص وكان هناك اعتقال داهم جيش الاحتلال مخيم عقبت جبر في أريحة واعتقل أيضا فتى فلسطينيا لم يتجاوز 17 عاما بعد دهم منزله وقام بنقله إلى جهة مجهولة سلطة الاحتلال أيضا في جنوب الضفة الغربية تحديدا في بيت الأحم كان هناك مداهمات لذات المدينة واعتقال أحد الشبان وداهم جيش الاحتلال بلدة بيتمر شمال محافظة الخليل إضافة إلى مخيم العروب شمال هذه المحافظة جنوب الضفة الغربية المحتلة سلطة الاحتلال الإسرائيلي كانت أصابت خلال الساعات الليلة الماضية أيضا شابا فلسطينيا بالرصاص بقدمه في مواجهات دلعت عند مدخل بلدة بيتمر وذلك عقب عملية اطلاق نار استهدفت برجا عسكريا عند مدخل هذه البلدة الشمالية محافظة الخليل عملية اطلاق النار لم تقف فقط عند هذا الحد كان هناك اطلاق رصاص من قبل المقاومين الفلسطينيين على حاجز بيت فوريك العسكري في المنطقة الشرقية من نابلس وحاجز دهتان العسكري أيضا قرب محافظة جنين وأيضا أعمال ومواجهات دلعت في نقاط تماس مختلفة في الضفة الغربية بعد العدوان الذي بدأ على قطاع غزة خاصة أن أحد الشهداء وهو طارق عز الدين الشهيد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي هو من منطقة جنين وكان قد أبعد إلى قطاع غزة بعد صفقة شليط التي تمت عام 2011 بين المقاومة الفلسطينية وسلطة الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي الضفة الغربية تلعب أيضا على وطر حساس من خلال اقتحام جيش الاحتلال المستمر لها وكذلك أيضا أن أحد الشهداء الذين قتلوا برصاص الاحتلال أو قتلوا بالعملية الأخيرة في قطاع غزة هو من منطقة جنين أي من الضفة الغربية شكرا